السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المانية البسمارك نزلت حاليا بالسوق الحر وبالمزاد العلني وتشوفوها قدامكم كاتبين نيو عليها السعر 17625 ارت كوين السعر موحد انت اذا تريد تبيع القطعة باي ساعة تحطها هحط لك يا السعر نفسها يعني على سبيل المثال انت عرضتها بثلاثين الفرحة الشركة تنزلها من يمها سوي 17625 رضيت ما رضيت تتوحدت السعر الشركة على هذه القطعة طبعا هذا الجانب وهذا الامر ليس صحيح لان انا مشتري البسمارك هتتاجر بيها على سبيل المثال فمونا حق الشركة تثبت لي هذا السعر وتخليني مثلا انا افكر انه اند اخسر بيها خلني اجي مثلا شوف هذا الشخص هذا حاط صواريخ سكالب وحاط راجمة الحدث الصيني وحاط قاربول وكسكاليبر وحاط كذلك مروحية الحدث المية اربع وعشرين وقال لك اه تعبان عليها وحاط لها سكن وماترش وليش انت تطيني السعر هذا 176 مية خلني جيثة على شخص اخر هذا تشكيله حاط لها تعبانه هذا ايضا تشكيله تعبانه اريد واحد تشكيل تقاوية مثلا هذا هم تشكيله عاوية هذا مخربها هذا ماكوشي هنا انا اهنا انا عزي مثال صديق انه هناش حاط افون حاط تايب اربعين افضل صواريخ الشدات افضل مروحية بشدات حاط وحاط سيجما يا شباب او عفوا ارليكون ارليكون او حاط كروتال ميكس صواريخ حاط راجمة ايضا تعبان بهذه التشكيله حاط لنا سكنه يعمل عيون ممكن الناس هنا تحط تشكيلاته حاط التاجر بسعر اعلى من المتوقع هنا صديقنا حاط هايكور حاط راجمة حادث الهالوين حاط كروتالكس كاليبار وحاط مروحية الحادث السابق وحاط لها سكن الرادار ما يصير وصراحة مو من حق الشركة تثبت سعر للناس يعني انت هذه القطعة يعني مفوض اللعب واحد قوية مع ترفين بها قوية وما نقدر نقوم علي مقابل هي من افضل بارجات وقواها الناس تحب التاجر بشكل صح يعني انت هنا حشرتني على سعر انا ما راض بي على 17600 زين وبالشركة بنزل عرض وعشين الف ارت كوين احسا حتى عشي الف انت ما خليتني اياها حتى عشي الف مطلتني سعر عشي الف على ظل الوضح ايجي صر حالة حالة جيس يامات ودع عشالف هنا انا ايزا كوف دع عشالف وتسعمية وتسعين لارين تلتعاش الف وثمانمية يعني القطع العملاقة بش باللعبة يعني جاي تنتهي الاسعار مالة صراحة الهامشار وين اطونيا الهامشار خليش بجيد الهامشار بلا هامشار تطعش الف يعني منطقيا منطقيا الساني منطقيا بلو شارك 21000 والبس مارك 17000 ماذا هذا؟ ترى كارثة الموسكو ادو الوحيدة اللي محافظة على سعره فوق العشي الف تقريبا والله ظلم للبس مارك يا شباب ظلم لهذه القطعة وهذه القوة الكبيرة راح تقول ايه الميتين وستة وربعين قطعة معروضة للبيع وياك بس انت حدد لعشرين الف مثل العرض عشرين الف مثل العرض الموجود اللي انت جايب ادازة بفلوس حتى اقول لك صحيح مو تكسر لي بالسفينة زين انا بيها بس 17600 حلو اريد اشتري قطعة ثانية بدالها اقوم من عندها راح اخسر فلوس راح افكر اروح للموسكو وراح اخسر فلوس رغم ان يشوف البس مارك يقوم للموسكو طبعا يبقى رأيه الخاص هذا ممكن الناس تعترض عليه بعض الناس تقول لي ايزا كوف اقوى بدأ عشر وتسعمية بس مشكلة بدنها فالنظام والسيستم للأسف التحديد مو صحيح يعني انت حاطلي ارسل ومتوقع بسين الف اليها شو نسعبها قلنا دعم للشركة نزل الساعات تسويها عشرين في ثلاثين فتخل الناس تشتريها كلا بيت بالسعر هذا والله كارث يا شباب يعني اتوقع على هاي القطع هاي تنزل مثلا الموسم القادم اللي هي البانستيبل كي تزل لك خمصتع عشر الف اثنع عشر الف حتى عشر تلاب توصل لك على الوضع هذا فللامانة هذا التحديد مصحيح هذا التحديد مزعج هذا التحديد اه ما يخلي اللاعب ياخذ راحته بالتداول حفاظ رعا التوازن السوق هنانا جاي تخلي الناس تتردد بشكل كبير بالشراء والبيع بل تجعل الناس تكره شيء تشتريه بالسعر غالي من وراك انت كمطور اللعبة فكر شوية شوف وارثاندر على سبيل مثال تكلعب بسيطة وانتم تعاونوا نفس الشركة اليوم نزلت وارثاندر تغفيض بالذهب على الدبابات ماتة من نسبة 25% اضافت معززات تساعدك بصعود السلفر والذهب تضيف لك دبابات تساعد لفلك بالذهب وبالشدات تحدث نفسها تنطي مجاني هواي امور بل تكمل مهام كثيرة بحدث رئيسي بالمجاني بالعلانات وتطيك مجموعة دبابات نوع اتين مجانية بالصلاديك تفتحن اي انت وين من هذا الشيء انت مدنون متعاونية قنجل شوية ركز تفكر شغل مخك كبر عقلك لا تخلي بس الفلوس انت من تحط الامر بواقع وبشيء مصداقية مع المتابعين واللاعبين وكيميونيتي مالتك الناس ستشتري من وحده يعني انت صادق وياهم كرهت الاجارة وكرهت العرب بالموضوع هذا اعتذر طلت عليكم يا شاب بس والله الموضوع قهرني كل شيء فيه مالا اشتركوا في القناة